انا عايزك قبل ما تبدأ الفيديو اذا تعمل لايك. هتقول لي ازاي اعمل لايك قبل ما اسمع الفيديو. هقولك عشان فيديو النهاردة من افضل الفيديوهات اللي هتشوفها على القناة. ومن افضل الفيديوهات اللي هتشوفها على يوتيوب بشكل عام. لانه فيديو النهاردة هعلمك ازاي ترجع الجزء المكسور او الجزء التالف في اي جهاز عندك او في اي حاجة سواء بلاستيكية او خشبية او حددية ترجعها يعني اقتمنى الفراغ ده وترجعه. افضل من الاول بكتير جدا وبحاجات موجودة في كل بيت. انا مش طالب منك اي حاجة غير حاجتين بساط جدا موجودين. يلا لايك وخليك معي الاخر الفيديو. اهلا بكم مرة تانية معكم ملك نادي. الفيديو النهاردة هنحتاج فيه فقط 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 اه قطنه تمام? طبعا هنجيب قطنه هنجيب اه ميكرو كروم. عشان نبدأ نعالج هنجيب حيطة قطنه هنبدأ ان احنا نركبها في الجزء التالف او الجزء اللي هو مفقود اللي مفوش بمسلا بلاستيك او طبعا الكسر ده ممكن يحصل ما اكفع اي جهاز في بيتك مش شرط اه كيبورد اي حاجة او او اي حاجة عندك حابب ان انت تملى جزء مكسور فيها ونبدأ ان احنا نرجعه زي ما كان او احسن كمان من مكاني هنجيب القطن ونبدأ نركبه في الجزء المكسور ده اللي انتم شايفينه طبعا انا عايزك تنبهر بس انا عايزك توصل للنهاية معايا وتشوف النتيجة عاملة ازاي زي ما تشوفي كده بدأنا نحط قطنه يعني مالينا الى حد ما الشكل الهندسي بتاع الكبورد مالينا الحتة المكسورة اه اه ده امير او يعني هو في مصر عندنا اسمه امير لانه في ناس كتير جدا ما بتكونش عارفة اسمه سوبر جلو تمام اه بنبدأ نجيبه ونبدأ نحطه على القطن بتاعنا هنبدأ نحط هنا اه سوبر جلو طبعا الفيديو مخلصة على كده لسه فيه كمالة فاتمنى انك ما تطلعش من الفيديو وتكمل معايا للنهاية عشان انت نقضي المعلومة كاملة وبرضو ما تنساش اللايك دلوقتي حالة انو انت بتتفرج كده هنبدأ نحط السوبر جلو او الامير على القطن اللي احنا عاملينه هتلاقيه طبعا بدأ يتفاعل وبدأ يدخن بيطلع دخانة اهو لانه طبعا الامير ده بيكون قوي جدا وجديد تمام في حتة طبعا في الزاوية كده نقصة نبدأ نزوتها ونكملها برضو اه بحتة القطن تمام يا جماعة زي ما شايفين ده الشكل بعد ما عملنا القطن وحطينا عليه السوبر جلو طبعا هنشف جدا هنبدأ نجيب هنا حتة صنفرة بس تكون خشنة شوية اه عشان لازم تكون خشنة عشان تبدأ تاكل معنا لانه الموضوع اه مش سهل خالص فانا جبت هنا مبرد حدا دي بس برضو ما يكونش خشن قوي يكون متوسط ونبدأ ناكل الاطراف الزيادة فكرة النهاردة يا جماعة بكل بساطة بجد هي روعة وانا هوريكم دلوقتي ازاي هي روعة تشوفوا الفينش بس عامل ازاي اعمل حاجة بصوا كده يا جماعة ده الشكل هنا القابل النهائي طبعا لسه في مرحلة تعني بصوا يا جماعة الفراغ اتمنى خالص افوش اي مشكلة بقى شكل له زي مكان طبعا باستثناء ان هو ابيض اللون يعني فحنا هنعليكها دلوقتي المشكلة دي ولكن كبلاستيك او كفراغ بصوا الشكل القديم كان عامل ازاي ده من ده يعني فيه فرق مش طبيعي وطبعا زي ما قلت ان الطريقة دي تنفع للحاجات البلاستيكية او الحاجات الحاددية والخشبية اي حاجة طبعا انشف يعني اللي احنا عاملو ده انشف واقوى من البلاستيك اصلا اللي موجود يعني بجد ناشف بطريقة مش طبيعية وقوي جدا ومش هاش يعني مش مسلا حاجة خفيفة لا 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 قوي جدا جدا بجد كل اللي هيجرب الموضوع ده وهيكتب لي في الكومنتات هيستفاد جدا وهتشوفوا التعليقات ان شاء الله على الفيديو ده بس اتمنى منك لما تجربها تكتب هنا في التعليقات انك عملتها واقول للناس وخلي الناس تستفاد من تجربتك تمام وبرضو ما تنساش الاشتراك واللايك في الفيديو تمام دلوقتي طبعا هي لونها ابيض احنا مش هنزيبها ابيض يعني يعني ده ده ما تعدنيش الفكرة دي يعني ما تعدنيش الملحوظة دي طبعا هنجيب قلم بس ما يكونش بيتمسح يكون ضد المسح او اي بوهي عندك سودة او مانيكير لو انت انت اللي بتعملي بتتفرج علي اي حاجة سودة اه بس تكون مط ما تكونش لمعة عشان لو لمعة بتلمع هيبقى شكلها مختلف عن باقي الكيبورد بصوا هنا هو طبعا ده اول ما يجف معنا اللون بتاع الالم اول ما ينشف هيروح خالص بالمناسبة الامير على القطن او السوبر جلو على القطن نشف في اه عشر ثواني مخدش اي وقت خالص في عشر ثواني نشف يعني اللي هو مجرد محطيته بس طبعا زي متش شايفين ده المنزر اهو اول ما اللون بتاع القلم ينشف هيبقى شكله جميل طبعا دي كانت فكرة النهاردة فكرة جميلة وسريعة ومحبتش اطول عليكم هتمنى بقى كل الاستفاد يعمل لايك عشان استمر في الفيديوهات الحلوة اللي ممكن ان تفيتكم اللي زي كده وبرضه تعمل اشتراك في القناة وتخلي زرار الجرس على الكل مع الف سلام. اشتركوا في القناة